إذا صادف أحدكم هذا المخلوق اللطيف الصبور الشغيل الخلوق فليأقض صورة معه قل صورة لا تخجل لأنه سينقرض قريبا ولن تجد صورة له إلا في حكايات التراث فلا يمر يوم إلا وتسمع فيه خبرا عن ضبط محل يبيع لحم الحمير أو مسلخ لذبحها ولسلخها وصناعة المرتدلة من لحمها والمكياج والكريمات من جلودها ودهونها ترجمة نانسي قنقر